الزعيم عادي الإمام بيفاجئ المصريين وبيرفع قضية على مصلحة الضرائب المصرية وقضت محكمة مصرية بإحالة دعوة الفنان عادي الإمام التي تطالب بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب والتي قدرت مبالغ إمتها 46 من 10 مليون جنيه لدائرة 28 ضرائب للاختصاص بسبب قيمة المبلغ قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالعباسية بإحالة دعوة الفنان عادي الإمام اللي بيطالب فيها بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب عن مسلسلات عفريت عدل علام وعوالم خفية وفالنتينو لدائرة 28 ضرائب للاختصاص بسبب قيمة المبلغ قال المحامي خالد دفاعي الفنان عادي الإمام إن الفنان اشترك بالتمثيل في مسلسل عفريت عدل علام وتم تصويره داخل المنطقة الحرة في مدينة الإنتاج الإعلامي علما بأن هذا العمل معفى من أداء ضريبة القيمة المضافة وكذلك اشترك في مسلسل عوالم خفية ومسلسل فالنتينو عام 2019 والتي تم تنفيذها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة أكملت الدعوة أن القيمة المضافة تحتسب عن أعمال فنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفى من ضريبة طبقا للقانون ولم تقم المأمورية بالانتقال عند الفحص للتأكد من ذلك وإنما اكتفى بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بالدعاءها بالمخالفة مصدر معانا كان من القاهرة 24 أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر